عايزة أقول لكم القصة النهاردة بتفكرني بمسألة أحكي لكم قصته المسألة ده بيقول إيه؟ آخر خدمة الغز علقة كان بيتقال زمان عن الغزاء لما كانوا بيدخلوا بلد أو قرية بياخدوا خيرها كله وبعد ما أهل القرية دي بينفذوا كل طلباتهم يعملوا إيه؟ يضربوهم بالكربج ويعزبوهم عشان كده بيقولوا إيه؟ آخرت خدمة الغز الغزاء علقة جي المسألة بقى ده في دماغي وأنا عملا أقرأ قصتك يا مادامونا واضح في حكايتك أنك حبيتي جوزك بزيادة أمينتي ليه بزيادة؟ لسه بتحبيه على فكرة كده من كله حب للأسف يم بياخد مني كل حاجة بس بتحبيه؟ لدرجة أني أنت حتى كنت بيشك بتصرفاته أنا زويته بتقولي إيه؟ كده كده هيرجع لبيته مش ممكن يتجاوز علي سيبتي براحته أهو راح أتجاوز عليك على فكرة مش أقولك أنا مع أو ضد جوازه لأنه عمل حاجة أقرها الشر حاجة حلال فيعني أنا ممكن يكون اتضايقت أو ضد إنه هو خلى واحدة تخلع جوزها عشان يتجاوزها ومعرفش ده ممكن يكون كلام ده حقيقي ولا حرك عشان ما تغزق ويقولتي كده برضو أنا معرفش بس أنا معاكي لأن أنت اللي بعطلنا لما تجاوزها تجاوزها عورفي في الضلمة وهي دي حاجة أنا أقولك إيت سيعمل كده لأ طبعا لأنه يعني زي ما إحنا عارفين وطبعا في حديث شريف بيقول نبي عليه الصلاة والسلام قال إيه قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه يعني ما ينفعش واحد يروح يخطب واحدة أو يقول أنا عايز أخطبها يا جماعة يوم أخطوبة ما بالك بقى لو متجاوزة ده حرام مادام مونة أنا شايفة أن أنت كنت متسهلة مع جوزك بزيادة سبت له الحبل على الآخر كنت بيعمل اللي أعايز ويمكن أنت كنت يعني بتقولي هو راجع راجع ويمكن كنت بتقولي ما عليش حصانة عندي السكر ما عليش حصانة أصله معذور أصله مع أن أنت لو كنت وجهتيه بمشاكلهم الأول لو أخدتي إنه أخدتي وقفة كناش هنوصل لكده في حاجات لما بتتساب بزيادة بتتحول لحق مكتسر وده اللي إحنا بنوعي الناس ليه الحاجة للواحد بيفرض فيها بقراطته بيكتشف مع الوقت إنه هو خلاص أنت لازم هتسيبها غزبا عنك بتاعتي هو الوضع بقى كده وإن كان عجبك عجبك مش عجبك خلاص ما فيش حالة تاني طب أقولك إيه تعالين فكر مع بعض بصوت عالي لو حصل الطلاق دلوقتي هيحصل إيه أنت ما فيش عندك شغل وفيش عاجة تتسندي عليها ما فيش عندك استقلال مادي بيقولك هاخدت الفلوس بتاعتك حرك دلوقتي قلتي إن أنت في الخمسينات من عمرك واضح إنك كنت متفرغة لبيتك رب تمنزل والبيت اللي فيه أولادك وذكريتك وعمرك هتسيبيل مين لو سبتيها تبقى بتساعدي واحدة تانية تاخد خيرك تستفرط بجوزك إلا ليه كيفية أكتر منها إنت اللي بنتي مش عارفة أقولك برضو لو كملت هتبقي كسبتي ولا لأ لأنه أنا أنا ممكن أكون يعني هقولك الواحد دايما بيقول إيه أدى على أولادي واكره اللي يقول أمين فأنا عارفة أنتي زعلنة منهم فأنا ميفعش أنا كمان أقولك أنا زعلنة منهم أو إنهم ممكن يكونوا أنانين أو 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 اللي بيطلوهم مامتهم كده مامتهم عملت إيه وفي الآخر كلهم هيتجوزوا حركة تبقي لوحدك فأنا مش هينفع أقول حاجة على أولادك بس حركة تفهمي من كلامي وهتستشفي من اللي أنا قلته دا كله ما تسيبيش حكتك لحد تاني يعني ممكن أقولك إنه لو هيجي لصحتك لو حسن أنتي خلاص مش قادرة أنا مبسوطة أنك فتفتت ممكن تقولي لما فتفتت وطلعتي الكلام دا كله هديتي صح وقلتي كلام لجواكي وسمعتي إن إحنا كلنا ضد الموقف دا وإن أنتي حسن أنتي فعلا مضحية وإن أنتي الكويسة بس هي لله فكري نفسك تعملي لو تقدري تستحملي استحملي أنا مش هقدر أقولك كملي عشان ما عرفش أنا وكنت ما كانك في يوم الأيام كنت عامل إيه تخيالي بس أنا سمعت عن قصص كده كتير وشفتها كتير ودائما بتبقى معاه في الشغل سبحانك يا رب حصلت قدامنا وطلعك يا أم مخلف منها ثلاث عيال وإحنا ما نعرفش القصص دي بتحصل كتير وموجودة كتير بس أنا عايزة أسمع منكم أنتوا أكتر إحنا حابين أنتوا تبعتولنا هنا على قصة حقيقة على فيسبوك وتويتر وإنستجرام وواتساب على كل حاجة قولونا لو ما كان مدام هنا هتعملوا يتنصحوها بإيه وهل شفتوا قصص دي حواليك ولا لا وفعلا ممكن يكون في يوم الأيام بعد ما خدمتك وخدمت أولادك وكبرت معاك وكبرتك وعملت معاك كل حاجة تعمل فياك كده هاستناكم في قصة جديدة بس يكون أبطال حقيقيين لأن إحنا في قصة حقيقة باي باي ترجمة نانسي قنقر